اشتري فساتين اصغر من مقاسك عشان تنشجعك ولا دي معلومة مش مظبوطة انا دايما بعمل كده يعني انا حتى لما ببقى تخنانة جدا ما بجيبش وزني في التخن بشتري فساتين اللي اخص عشان البسها حتى وانا ارفعها على فكرة كنت بعمل كده يعني حتى وانا 65 كيلو كنت اجيب فساتين لبسها عند ال 58 و 60 دايما عندي الحلم ان انا اوصل لل 58 بصي انا قريت مرة مش خبيرة انا في الموضوع ده عشان قريت مرة انه انه مش صح قوي للناس اللي بتعمل كده ده مش صح قبل لانها بتعايش نفسها في حاجة مش حقيقة يا اما تجيبي لبسك على وزنك وشكلك وتبقي سعيدة بيه يا اما ما تجيبيش خالص لحد ما تفقدي الوزن يعني دايما يقولك دي من الخدع للناس تتحك بيها على نفسها طيب اقولك على مفاجأة انا كان عندي بانتالون وانا في اولى معهد فنو مصر حيكت وبلبسه والفانتالون ده انا متصورة به وعندي يصوره الفانتالون ده كان وزني وقتها انا دخل الاكاديمية 53 كيلو ده كان وزني طبيعي ده انت اندرويت اصلا بالزبط كنت 53 كيلو وانا دخل الاكاديمية طبعا نظرا لان طبيعة المعهد عندنا صعبة وبتعودي يمكن بال12 ساعة محضراته تشتغلي والمصروف برضو وقتها ما كانش كبير قوي ففولو طعمية بقى الى السومالة وارخص الحاجات لانتي بتقسمي مصروفك على كذا وجبة فعشان كنا نكفي كنا كلنا بنحاول نجيب ايه الحاجات المتاحة الرخيصة اللي حوالينا فطبعا فترة الاكاديمية دي بالنسبالي تخانتني مثلا بتاع 6 كيلو لان خلاص بقيت كتير برضو بس مش كتير يعني بس ده مقاسات كتير بس عايز اقولك ان الفنتلون اللي انا كنت بالبسه في سنة اولى انا لسه شايلال حد دلوقتي لان انا عندي امل ان باذن الله في يوم الايام حوصل الوزني دا تاني وهالبسه وبعتصور بيه ان شاء الله انا عندي حلم برضو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة